أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل في جميع آليات عمل التجمع وخلال مشاركتي في أعمال الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع البريكس المنعقدة تحت عنوان تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين ثمن رئيس السيسي الجهود التي بذلتها الرئاسة الروسية للتجمع البريكس في مختلف المجالات والموضوعات فضلا عن جهود روسيا في إدارة المناقشات الخاصة بتوسيع الشراكة مع الدول الصديقة والمؤثرة مما يعكس الرغبة المشتركة في إعلاء صوت الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية وخلال كلمته صلاطة رئيس السيسي الضوء على الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية والتي تدفع للعمل بقوة نحو ضمان فعالية المنظومة الدولية التي أظهرت بوضوح عجزها عن التفاعل مع الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على لبنان على الرغم من التحذيرات المستمرة من العواقب الوقيمة لهذا الصراع وتوسعه وشدد الرئيس السيسي على الأهمية الكبيرة لتجمع البريكس مستعرضا أولويات مصر في هذا الإطار والمتمثلة في أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية على غرار مبادلة الديون من أجل المناخ مع تعظيم الاستفادة من الآليات التنميلية القائمة في ظل ارتفاع فجوة تمويل التنمية إلى حوالي 4 تريليونات دولار في الدول النامية وأكد رئيس السيسي ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة لإصلاح الهيكل المالي العالمي بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز استجابتها للاحتياجات الفعلية للدول النامية وأهمية تعزيز التعاون بين دول تجمع البريكس في مواجهة التدعيات السلبية لتغير المناخ فضلا عن وجوب استثمار المميزات النسبية التي تتمتع بها دول التجمع لتنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات الاقتصاد الرئيسية خاصة قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعات التحويلية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار إضافة إلى دعوته لتكثيف وتعميق التواصل والتعاون الثقافي بين الشعوب ترجمة نانسي قنقر